هل اشتريت منتج من موقع ebay وتريد التواصل مع التاجر الذي اشتريت منه المنتج؟ هل أنت معني بشراء منتج في موقع ebay وتريد سؤال التاجر بعد الأسئلة الإضافية عن المنتج قبل شرائه؟ إذن في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية التواصل مع التجار في موقع ebay أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع ebay وللتواصل مع التجار الذين اشتريتم منهم منتجات توجهوا للرابط my ebay واضغطوا على الرابط purchase history الموجود هنا سأضغط عليه ومن ثم انزلوا إلى تحت وفي مربع order سطروا المنتجات التي اشتريتموها وإذا تريدون التواصل مع التاجر الذي لنفترض اشتريتم منه هذا المنتج توجهوا للرابط more actions من داخل المربع للمنتج كما نرى هذا المربع للمنتج الذي اشتريته سأضغط على more actions ويوجد الرابط contact seller الموجود هنا من خلاله يمكنكم التواصل مع التاجر تضغطون على contact seller سأنزل إلى تحت ويوجد بعض الأسئلة والأجوبة التي جاهزة التاجر جهزها مثل I don't receive my item I need to return my item اذا كنتم اريد ارجاع المنتج او I didn't receive my item اي المنتج لم يصل الي بعد فيمكنكم هنا ايضا request to cancel this order اذا كنتم تريدون الغاء هذه الصفقة يمكنكم الطلب منه من خلال الضغط على هذا البند والطلب منه لإلغاء الصفقة فيوجد هنا بعض الأسئلة والأجوبة الجاهزة اذا لم تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر يمكنكم الضغط على request to cancel order ويوجد هنا contact seller كما نرى الرابط contact seller سأضغط عليه سأنزل إلى تحت ومن هنا يمكننا مراسلات التاجر نكتب هنا محتوى الرسالة ماذا نريد سؤاله ونضغط send وسيرسل للتاجر هذه الرسالة فهكذا يمكننا مراسلة التجار الذين اشترينا منهم منتجات اما بخصوص المنتجات التي لم نشتريها بعد ونريد سؤال التاجر بعض الأسئلة عن المنتج في صفحة المبيعات للمنتج نتوجه لصفحة المبيعات الذي نريد أن نسأل التاجر عن المنتج لنفترض هذه الصفحة كما نرى أنا في صفحة مبيعات عادية في موقع الإيبي ولمراسلة التاجر تضغطون على Conduct Seller ستكون مبينة في هذا المربع دائما في جميع صفحات المبيعات في موقع إيبي يوجد هذا الرابط هذا الرابط هو عبارة عن تفاصيل التاجر الذي يبيع هذا المنتج فتضغطون على Conduct Seller ومرة أخرى سنتوجه للأسئلة والأجوبة الجاهزة التي التاجر جهزها لنا فإذا ترون هنا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر يمكنكم الضغط على الدائرة هنا التي جانبه وسيفتح لكم بعض التفاصيل عن هذا السؤال وإذا لم تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر توجهوا To request to cancel this order وسيكون مبين Contact Seller تضغطون عليه وترسلون رسالة للتاجر تماما نفس العملية السابقة أيضا في بعض الأحيان لن تروا request to cancel this order هذا البند سترون أذر من خلال أذر أيضا يمكنكم التواصل لتاجر لن تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر ففي بعض الأحيان سترون request to cancel this order أو أذر البند أذر تضغطون على الدائرة أذر وسيكون الرابط contact the seller وهكذا يمكنكم سؤال تاجر لم تشتروا منه بعد ممكن أنه لا يوجد تفاصيل كثيرة عن المنتج في مربع وصف المنتج أو في العنوان وتريدون سؤاله بعد الأسئلة الأخرى عن المنتج لكي تتأكدوا أن هذا المنتج الذي تريدونه أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وإذا واجهتم أي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن أيضا لكل من معني أن أعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع أو الشراء في موقع إيبي أو أمازون أرجو كتابة الموضوع في التعليقات التحت وأعدكم سأعلم فيديو عنه لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الإنترنت أيضا أنصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيبي وأمازون أتمنى لكم النجاح سأراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو اشتركوا في القناة